بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي ننطلق وإياكم لنتعرف على درس جديد حول جهاز جديد من أجهزة الجسم ألا وهو الجهاز الهيكلي تعرفنا سابقا عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة على أجهزة متنوعة أولها كان الجهاز الهطمي في الفصل الدراسي الأول انطلقنا بعد ذلك للحديث حول الجهاز الدوري الدموي ثم بعد ذلك انطلقنا للحديث حول الجهاز التنفسي والذي تعرفنا عليه في درسنا الماضي اليوم بإذن الله سوف نتعرف وإياكم على جهاز هام في أجسامنا وهذا الجهاز يتكامل مع بقية الأجهزة لعمل الجسم أو لعمل الإنسان أو المحافظة على الجسم بشكل جيد إذن عنوان درسنا كما تشاهدون أمامكم عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة هو الجهاز الهيكلي ماذا نعني بالجهاز الهيكلي وما هي أو ماذا يوجد في هذا الجهاز هذا ما سوف نتعرف عليه في خلال دروسنا القادمة أولا نعود قبل ذلك للحديث حول الجهاز السابق في درسنا الماضي وهو الجهاز التنفسي ما هي مكونات الجهاز التنفسي والتي تعرفنا عليها في درسنا الماضي أو دروسنا الماضية أحسنتم يتكون الجهاز التنفسي كما ذكرنا لكم من أولا الأنف يليها بعد ذلك البلعوم ثم بعد ذلك الحنجرة بعد ذلك القصبة الهوائية وأخيرا الرئتان إذن هذه مكونات الجهاز التنفسي والتي تعرفنا عليها سابقا أولاها الأنف ثم بعد ذلك البلعوم يليها بعد ذلك الحنجرة ثم القصبة الهوائية وأخيرا الرئتان إذن هذه مكونات الجهاز التنفسي وكل مكون يقوم بوظيفة هامة أو خاصة به ننطلق بعد ذلك إلى الطرق والوسائل التي تساعدنا في سلامة الجهاز التنفسي أذكر هذه الطرق عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أحسنتم من أهم الطرق أولا لبسوا الكمامات للمحافظة على هذه الجهاز أو هذا الجهاز لابد من لبس الكمامات وخاصة في أثناء الغبار أو في الأماكن المزدحمة كذلك تجنب الروائح الخطرة كروائح المبيدات الحشرية وغيرها فهذه الروائح تسبب أضرارا للجهاز التنفسي تجنب الغبار واستنشاق الغبار يؤثر كثيرا في الجهاز التنفسي تجنب الأماكن التي يتم فيها التدخين وهذه الأماكن ربما تسبب أضرارا كذلك للرئتين وللجهاز التنفسي عموما ممارسة الرياضة تعتبر أحد الوسائل الدائمة لسلامة الجهاز التنفسي كذلك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة عدم التعرض للتيارات الباردة والبعد عن هذه التيارات الباردة يسبب أو يحافظ على الجهاز التنفسي بشكل أكبر تعرفنا بعد ذلك على أهم العادات الخطيرة والتي تؤثر على الجهاز التنفسي لدينا عادات وهذه العادات هي عادات خطرة وبالتالي نشيري لهذه العادات والتي تسبب أضرارا لهذا الجهاز التنفسي ما هي تلك العادات أو ما هي أهمها أحسنتم أهم هذه العادات استنشاق البخور كذلك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة من أهم عادات أو العادات الخطرة في الجهاز التنفسي هي رش المبيدات الحشرية وخاصة في الأماكن المغلقة كذلك استخدام الحطب وفي الأماكن المغلقة إذن هذه تعتبر أهم العادات الخطرة والتي تسبب أضرارا لجهازنا التنفسي ننطلق بعد ذلك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة حول هذا الفصل وهو الفصل الثالث لا زلنا في هذا الفصل تعرفنا فيه وانتهينا من الجهاز التنفسي اليوم بإذن الله تعالى سوف نأخذ نظرة إجمالية للأجهزة الأخرى أولاها ما سوف نأخذه في درسنا لهذا اليوم وهو الجهاز الهيكلي هناك أهداف سوف نحققها بإذن الله تعالى خلال هذا الفصل وهي أولى أو من المتوقع عند دراستنا لهذا الفصل أن نكون قادرين على أن نتعرف على الجهاز الهيكلي إذن هذا الهدف سوف نحققه في درسنا لهذا اليوم وكذلك سوف نذكر بعض وظائف الجهاز الهيكلي أما في دروسنا القادمة سوف نلخص بعض أعضاء الجهاز الهيكلي ونتعرف عليها بشكل كبير إذن لدينا بعض الأهداف التي سنحققها في درسنا لهذا اليوم ولكن هناك أهداف أخرى سوف نحققها بإذن الله تعالى في درسنا القادم ودروسنا القادمة عبر هذا أو عبر مادة العلوم للصف الثاني من التعليم المستمر لا زلنا أو شاهدنا قبل ذلك مكونات الجهاز التنفسي وتعرفنا عليها وعرفنا أن هذه تعتبر أعضاء الجهاز التنفسي وتساعد في عملية الاستفادة منها بشكل كبير جدا في عملية التنفس وذكرنا أن هذه الصورة مكبرة لما يوجد داخل الرئتين وكيف يمكن تبادل الغازات وأخذ الأكسوجين وطر ثاني أكسيد الكربون في هذا النوع من النوع الأجهزة وهو الجهاز التنفسي ننطلق وإياكم عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة لهذا الجهاز الهام أو نظرة إجمالية للأجهزة الأخرى ومن أهم هذه الأجهزة كما تشاهدون أمامكم الجهاز الهيكلي الجهاز الهيكلي هو جهاز كذلك نسميه بالهيكل العظمي يتكون هذا الجهاز الهيكلي عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة من مجموعة كبيرة من العظام مثل عظمة الفخد، عظمة الجمجمة، عظمة الساق وغيرها من العظام كذلك هذا الجهاز عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة يتكون كذلك من الغضاريف إذا لدينا عظام ولدينا غضاريف في هذا الجهاز ومن أمثلة الغضاريف عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة صيوان الأذن وكذلك طرف الأنف وهذه تعتبر بعض الغضاريف في أجسامنا نشاهد معنا عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة كما تلاحظون أمامكم عبر هذا الشكل تجد أن هذه تعتبر الجمجمة وهي أحد أعضاء ذلك الجهاز وهو الجهاز الهيكلي لدينا كذلك عظم لوحة أو لوحة الكتف عظم الأضلاع وكذلك عظم العمود الفقري إضافة إلى ذلك عظم العرض وعظمتي الساعد وعظام اليد المتكونة وكذلك عظام الحوض وهنا كما تشاهدون أمامكم التي ضربنا لها مثال قبل قليل وهي عظمة الفخذ إضافة إلى ذلك لدينا عظمتي الساق وأخيرا عظام الأقدام هذه العظام عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة تكون ما نسميه بالجهاز الهيكلي إضافة إلى الغضاريف التي تعرفنا عليها وضربنا لها بعض الأمثلة يقوم الهيكل العظمي بوظائف متعددة إذن ما هي الوظائف التي يقوم بها هذا الهيكل أو هذا الجهاز العظمي نشاهد معنا عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة أن من أهم الوظائف التي يقوم بها هذا الجهاز أولا إعطاء الجسم شكل وقوام خاصة به إذن هذا الجهاز يقوم بإعطاء الجسم ذلك الشكل وذلك القوام الذي نشاهده عليه وبالتالي يحافظ الجسم على هذا الشكل وهذا القوام كذلك عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة يساعد هذا الهيكل في حماية بعض الأعضاء الحساسة فمثلا الجمجمة تساعد في حماية ماذا؟ أحسنتم تساعد في حماية الدماغ والقفص الصدري ماذا يساعد أو ماذا يحمي؟ أحسنتم يحمي القلب والرئتين إذن الوظيفة الثانية من وظائف الهيكل العظمي هي وظيفة الحماية للأجزاء الحساسة والعضاء الحساسة في أجسامنا إضافة إلى ذلك العمود الفقري وهو يحمي الحبل الشوكي إضافة إلى ذلك من وظائف الهيكل العظمي تسهيل حركة الجسم بالتعاون مع الجهاز العظمي إذن هذا الجهاز يقوم بمساعدة الجهاز العظري في حركة الجسم وانتقال الجسم من مكان إلى الآخر وبالتالي هذه الحركة تساعد في ممارسة الرياضة وغيرها من الممارسات الأخرى وبالتالي هذه تعتبر أهم النقاط والوظائف لهذا الجهاز إذن إعطاء الجسم شكله وقوامه الخاص حماية بعض الأعضاء الحساسة في الجسم وتسهيل حركة الجسم بالتعاون مع الجهاز الآخر والذي سوف نتعرف عليه بإذن الله تعالى في دروسنا القادمة وهو الجهاز العظلي هناك بعض المعلومات للإطلاع عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة تشاهدون معا أن عدد عظام جسمك هي مئتان وستة عظمة كما تشاهدون أمامكم أنه بهذه الإحصائية نجد أن عدد العظام في أجسامنا هي مئتان وستة عظمة أطول عظام جسم الإنسان هي عظم الفخض والتي شاهدناها قبل قليل هذه تعتبر أطول عظمة في جسم الإنسان من الإحصائيات عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة أن أصغر العظام في أجسامنا هي العظام الثلاثة والتي تكون موجودة في الإذن وهذه العظام كما تشاهدون أمامكم هي عظم المطرقة وعظم الركاب وعظم السندان هذه العظام الثلاثة هي تعتبر من أصغر أو من أصغر العظام في أجسامنا وبالتالي هذه معلومات ثلاثة هي معلومات للإطلاع ولهذه المعلومات كما ذكرنا لكم أن عدد العظام في أجسامنا مئتان وستة عظمة أن أطول عظم هو عظم الفخض كما تشاهدون أمامكم وأن أصغر العظام في أجسامنا أو في جسم الإنسان بالتحديد هي العظام الثلاثة الموجودة في الأذن وهي المطرقة وكذلك الركاب وأخيرا السندان بعد ذلك عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة هناك معلومات أخرى للإطلاع كما تشاهدون أمامكم وهي أنها أولى هذه المعلومات تسمى منطقة التقاء العظام ببعضها البعض بالمفاصل ويمكن تصنيف المفاصل حسب نوع ودرجة الحركة إلى ثلاثة أنواع من المفاصل إذن المفاصل هي مكان التقاء العظم بالعظم وهناك ثلاثة أنواع من المفاصل أولى هذه المفاصل مفاصل تربط عظام الجمجمة مع بعضها البعض هناك مفاصل تربط عظام الجمجمة بعضها ببعض المفاصل الثانية هي مفاصل أو مفصل قليل الحركة كمفاصل فقرات العمود الفقري في الظهر كما تشاهدون هذه المفاصل هي مفاصل تكون قليلة الحركة آخر أنواع هذه المفاصل هي مفاصل حرة الحركة كمفصل الكتف ومفصل الفخذ وغيرها من المفاصل الأخرى وهذه تعتبر مفاصل قليلة الحركة أو حرة الحركة كما نشاهد وتعتبر مفاصل كما ذكرنا لكم هي حرة الحركة إذن هذه ثلاث أنواع من المفاصل بعد ذلك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة ننطلق وإياكم لنراجع ما تعلمناه حول درسنا لهذا اليوم تعرفنا في درسنا لهذا اليوم عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة على وظائف لهذا الجهاز الهام في أجسامنا وهو الجهاز الهيكري أذكر أهم الوظائف التي تعرفنا عليها في درسنا لهذا اليوم حول الجهاز الهيكري أو ما هو وظائف الجهاز الهيكري؟ أحسنتم رائعون إذن أولى هذه الوظائف عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة تسهيل حركة الجسم بالتعاون مع الجهاز العضلي تسهيل حركة الجسم وذلك بالتعاون مع الجهاز العضلي ثاني هذه الوظائف أحسنتم حماية بعض الأعضاء الحساسة كالقلب، كالرئتين، كالدماغ وذلك بواسطة ذلك الجهاز وآخر وظائف تلك الأعضاء في الجهاز الهيكلي إعطاء الجسم شكل وقوام خاصة به إذن هذه تعتبر أهم وظائف الجهاز الهيكلي إلى هنا عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة وصلنا وإياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في درس قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته